السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو جاءنا نبص على البم حولين العالم فهنلاقي عندنا مثلا مدينة دبي في الامارات اجباري من 2014 لأي ممنى فوق ال40 وبدك يخلوه فوق ال20 اي ممنى فوق ال20 اجباري ولهو مشروع حكومي او المكتب اللي عامل وبدك اماراتي فلازم يقدم التصميم بم عشان يعتمد قطر قريب جدا هيبقى اجباري بس يعني بش في الوقت بش في الام ديت لان عدد المكاتب اللي شغالة بم كويس مش كتير فلو عمل اجبار هبقى فيها مشكلة دلوقتي لو بصنا بقى حول العالم هنلاقي في مكاتب في دول اعتمدت البم واوبن بم يعني هو مشترط كود معين تشغل الشركات كلها بيه زي النرويج ودي من اقوى الدول في البم دول سكندلفية عموما قوي جدا في موضوع البم واستوريا دي برضو محتمدة من 2015 ان لازم البم يكون محتمد على ايف سي هنلاقي في بلاك كتير خلاته اجباري زي اليو كي في ابريل 2016 بقى اجباري في بزاتس في المشاريع الحكومية امريكا من 2008 المشاريع الحكومية السويد وبعد لما هي كانت في فنلندا فنلندا برضو من دول قوية في البم ولها كود قوي جدا في البم بتاع الطرق فهي من 2007 وشغال في الموضوع دنمارك من 2012 روسيا في 2017 كوريا الجنوبية وليس الشمالية الشمالية حكم عسكرية من 2018 عندك الهونج كونج في اماكن كتيرة من 2014 استراليا في بعض الاماكن سنغافورة من 2015 اي مكان اكتر من 5000 متر مربع عندك دي اهم البلاد اللي مهتمدت البم عندك الخطة المستقبلية في سكوتلند مفروض هيبقى ليفل 2 في البم اجباري في فرنسا كنا نقوله هيبقى السنة دي في 2017 بس انتوقع يتراحل سنة دين كمان المكسيك بيريو اتشيل دي من دول اللي هي عامل خطة انها تتبنى البم لان انا شايفة ان هو هيفيدة كتير جدا واتمنى ان احنا ما ننتظرش نواب اكباري ونبدأ نفكر ان احنا نذاكره ولا نبدأ من دلوقتي لان نكون صبقين في المجال ان شاء الله وربنا ييسر لنا الخير بإذن الله